أهم هذه الأمور هو تشكيل الحكومة التي طال انتظارها أكثر من عام السيد السوداني منذ أن تم اختياره من قبل الإطار على اعتباره الكتلة الأكبر هو بذل جهد كبير في قضية تقريب وشات النظر والبحث عن شخصيات بالتنسيق مع الكتلة السياسية ومع المكونات العراقية كافة بتشخيص أهم الشخص التي ممكن أن تتسنم حقائب وزارية طبعا تكون متميزة بتاريخ اسمها بنزاهتها من الكثير من الصفات والسمات التي يجب أن تتوفر في قضية السيد الوزير لذلك فإن هذا العمل هو ليس نتاج من بعد التكليف فقط وإنما سبقه حراك وتحرك كبير قبل عملية التكليف الرسمية لذلك أعتقد لا داعي للانتظار فترة أطول لأجل تقديم الكابينة إلى البرلمان لأجل التصويت عليها خصوصا نحن نسابق الزمن ولم يبقى شيء من نهاية العام الحالي وهناك الكثير من الاستحقاقات التي يجب أن تنجز من هذه الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة نعم سيد رياض دعني أرحب بك من جديد يعني السوداني يبدو أنه يسير بطريق صحيح لقاءات ومفاوضات قد تأتي بنتائج يعني إلى ماذا يعود ذلك العامل الأول أنه الفترة الحالية والقادمة لا يمكن أن نراهن على معادلتين هي قضية النجاح أو الإخفاق إنما الرهان هو على قضية أما أن أنجح أو أنجح المرحلة لا تتحمل التجربة والإخفاق لأنما مررنا به وخصوصا في هذا العام الذي كان مليء بالمماحكات والمشاكل الكثيرة والتي وصلت إلى حد أنه الكثير من الشعب العراقي فقد الأمل في أن يصل السياسين إلى حل حل لهذا الانسداد السياسي وربما وصل عند البعض إلى مرحلة من اليأس التام بأنه لن يكون هناك حل ولكن نحمد الله أنه تم حل حلة الأمور بفضل الخيرين من من يحملون الحكمة والحنكة السياسية وقضية حل حلة هذه الأمور بالشكل الذي وصلنا إليه لذلك فالمرحلة القادمة هي مرحلة صعبة جدا على حكومة السيد السوداني الرهان عليه كبير خصوصا بعد ما تم اختياره من قبل بالإجماع من قبل قادة الإطار لمميزات عدة توفرت به كشخص ولتاريخه الإداري ونزاهته المعروفة وما يعول عليه من الرضا الوطني شبه الإجماع الوطني عليه كذلك همته أنه يسابق الزمن وأن الرهان عليه يجب أن ينجح ويجب أن يقدم خدمة وهناك شيء مهم آخر وهو عامل أنه البرنامج الحكومي الذي سيعتمد عليه هو برنامج مقتضب ليس برنامجا فضفاضا كما رأينا في الحكومات السابقة التي بقيت للأسف حبرا على ورق إنما ركز على عدة نقاط النجحة في نقاط بسيطة من هذه لربما تنجح الحكومة أكثر ولربما هذه الإرهاصات التي رأيناها وهذا ليس يتحول إلى تفائل ويتحول إلى رضا وتقريب هذه الفجوة بين المواطن والسياسي والحكومة بأن الحكومة قادرة على أن تنجز وأن الحكومة قادرة على أن تأتي بشيء جديد لا أن تكون كسابقاتها مجرد إخفاقات طبعا بغض النظر عن الإيجابيات هناك إيجابيات لا يمكن أن نغفلها ولكن ما عاهدناه وما رأيناه للأسف أن هناك مشاكل كثيرة حتى غطت على الإيجابيات التي تم إنجازها في المرحلة السابقة سيد رياض من المتوقع أن تكون الكابينة مكونة من 23 إلى 24 حقيبة ويزارية خطة السوداني في إشراك جميع المكونات مكونات الشعب العراقي ما ستنعكس على أداء حكومته وحتى على الشعب نفسه طبعا هو إشراك جميع المكونات العراقية هو شيء إيجابي على اعتبارهم جزء من هذا المكون الوطني لا يمكن أن ننظر باستخفاف أو بلا مبالات لأي مكون وإن كان حجمه صغيرا لا بد أن يتوفر في هذا المكون الكثير من الكفاءات والكثير من الأسماء الوطنية التي يعتد بها المشكلة اليوم ليست في وجود كل المكونات ولكن الأهم من ذلك هو أن يتم اختيار النماذج الجيدة والناجحة والتي لديها تجربة ناجحة من أي مكون إن كان لا تهم المسميات لا تهم المكونات بقدر ما تهم ما يهمنا هو قدرة هذه الشخص التي يتم اختيارها على الأداء الشيء الآخر هو المراهنة على أنه لا يبقوا مقيدين لإرادة الحزب أو إرادة المكون على حساب إرادة الوطن وهذه نقطة مهمة نعتقد أن سيد السوداني خطأ خطوات مهمة في هذا الجانب طبعا بالتشاور مع الكتل السياسية ومع جميع مكوناتها لذلك نقول أنه نجاح حكومة السوداني هو نجاح للعملية السياسية ونجاح لكل الكتل السياسية المشاركة في هذه الحكومة وبالتالي هو إنعكس على جميع المكونات بكافة مسمياتها نعم سيد رياض يعني تسريبات اليوم تتحدث عن مشاركة التركمان والأيزيديين بالحكومة الجديدة هل سيصلح السوداني ما أفسدته الحكومات السابقة وهل سيعمل على انتصاص غضب الشارع العراقي قطعا النجاح تقديم الخدمة يعني هي النجاح مو فقط شعارات نعم الكل ينادي بأنه سيقدم والكل ينادى بالإصلاح والكل نادى بأنه سينجز ولكن العبرة فيما سيتقدم فيما سينجز فيما سيتلمسه المواطن من إنجاز على أرض الواقع هذا الأمر إذا عكسه طبعا بشكل واقعي في الشارع العراقي قطعا سيحسب نجاح لهذه الحكومة ومن دعم هذه الحكومة ومن سعى لأن تتشكل بهذا الشكل لذلك كما أسلفت أنه نعتقد أن أغلب المكونات السياسية إذا لم تكن بأجمعها ممن ستشترك في الحكومة نظرت لهذا الأمر أو تنظر لهذا الأمر بنظرة واقعية أنه بقاء الرؤية السابقة في قضية المحابات الطائفية أو الحزبية أو الفئوية أو المناطقية لن تأتي بشيء مفيد لا للمكون ولا للحزب ولا للبلد لذلك العمل بروح الوطنية وبتقديم الخدمة الجماعية قطعا سينعكس هذه النجاحات على جميع المكونات فنجاح هذه الحكومة سيستفيد منها الجميع من يراهن على فشلها فسيكون هو أول الخاسرين لذلك نعتقد أن هناك نضوج في عملية إدارة الوضع وإدارة العمل السياسي وهما ينعكس على إدارة الحكومة لذلك الكل ينتظر من من سيشترك في الحكومة أن يأتي نجاحات وتأتي إنجازات من هذه الحكومة لأن المستفيد هو الجميع لأنه على العكس لا سامح الله فإن الخاسر سيكون الجميع وليس فئة واحدة سيد رياض قبل قليل تحدثت حضرتك عن البرنامج الحكومي طبعاً اللي راح يقدم السيد محمد الشاعر السوداني بأنه مباشر غير فضفاء نعم ومحدد بأمور مهمة تمس المواطن العراقي سابقاً لطالما سمعنا بأن الحكومة اللي راح يشكلها لإطار التنسيق ومن ثم تحالف إدارة الدولة بأنها حكومة خدمية بحتة ما هي أبرز النقاط اللي راح يركز عليها البرنامج طبعاً هو ماكو شيء مو مهم بالدولة يعني المواطن يحتاج كل شيء ولكن هناك أولويات هناك شيء مهم وهناك الأهم فالأولوية يمكن أن توزع حسب هذا المفهوم مثلاً هناك أمور تخص المواطن يعني كل المواطن قضية مثل الكهرباء قضية الصحة هي تمس كل المواطنين يعني مو مثل مثلاً أكو جانب نعم وإن كان مهم لكن يخص شريحة معينة من الشعب العراقي ولكن هناك القطاعات حكومية هي تمس كل شرائح المجتمع العراقي بالاستثناء كما قلت الكهرباء الصحة الإعمار تقديم الخدمات البنى التحتية هذه الأمور نعتقد أنها ذات أولوية مقدمة على باقي الأولويات وإن كانت كل الخدمات هي لها الأولوية في قطاع الرياضة في قطاع التربية في قطاع التعليم في كل القطاعات يجب أن تكون هناك عمل إداري بحث ولكن التركيز والاهتمام أكثر بما هو له أولوية أكثر عند المواطن هو يجب أن يكون من أولويات حكومة السوداني ونعتقد هذا ما سيعمل عليه وهذا ما وعد بأن يركز عليه لذلك إذا أرادت حكومة السوداني أن تنجح وهذا ما نستشفه من ما تقدم وإن شاء الله نتمنى له التوفيق أو ندعو له بالتوفيق والنجاح أنه إذا ركز على هذه النقاط المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن قطعا ستنجح الحكومة وهذه النجاحات قطعا ستنعكس على باقي القطاعات عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة السيد رياض العوادي شكرا جزيلا لإضمامك معنا في النشر الرئيسي اشتركوا في القناة